استحوذ الأمر الملكي بتأسيس وزارة جديدة بمسمى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اهتمام المراقبين داخليا وخارجيا حيث يلفت القرار النظر لأولى خطوات تطبيق رؤية المملكة المستقبلية للعام 2030 ووفقا للقرار ستختص الوزارة الجديدة بكل ما يتعلق بالطاقة والصناعة حيث ستأول إليها جميع مسؤوليات الكهرباء والصناعة واستثمارات الثروة المعدنية مما يسهم في توحيد التوجهات الإدارية لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وستتضمن مهام الوزارة الإشراف الكامل على إدارة كل من الهيئة الملكية للجبيل وينبوع وصندوق التنمية الصناعية وهيئة المدن بالإضافة إلى الإشراف على مناطق التقنية وهيئة المساحة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومهام هيئة تنمية الصادرات ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية وستمكن الصلاحيات الجديدة للوزارة تحقيق مهام الرؤية المستقبلية للمملكة من خلال سلاسة طرح جزء من أرامكو للاكتتاب العام والعمل على فتح المزيد من أفاق الصناعة المساندة للطاقة ورفع كفاءة استهلاكها محلياً مع تفعيل استخدامات الطاقة المتجددة وتطوير التجمعات الصناعية